السلام عليكم مرحبا بمتسبعي قناة الحميدي إذن هناك خبر عاجل وحصري كما عاوتكم دائما طبعا لقد تم إلغاء امتحانات البكالورية للمتمدرسين بفرنسا كما جاء على لسان رئيس الوزراء الفرنسي في تصريح له بثة على قناة فرنس فان كاتر إذن فهو الشكل التالي الحكومة الفرنسية تقرر إلغاء اختبارات آخر سنة لتلميذ البكالورية وتكتفي بنقاط المراقبة المستمرة بسبب تفشي الوباء والأمر مستبعد إلى حد ما بالنسبة للمغرب لأنه حسب تصريح وزير التربية الوطنية فقد تم إنجاز خمسون بالمئة من المقرر وبالتالي الأمر مستبعد جدا أن يحصل كما حصل في فرنسا إذن فأنصحكم أن تركزوا على الدروس وأن تهيئوا وأن تساعدوا بما فيه الكفاية ترجمة نانسي قنقر